هذا ويحظى الملف الإسكاني باهتمام جلي من حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحقيقا لرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الذي يؤكد دائما أن المواطن محور التنبية الوطنية وغايتها الأساسية وجاء القانون الصادر من قبل جلالته أيده الله في شان الإسكان مؤكدا على دعم جلالته لكافة الجهود التي تسعى لارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود المشاريع الإسكانية والسكن الملائم للأسرة البحرينية إحدى الأهداف الرئيسية التي تسعى لها حكومة مملكة البحرين امتثال لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الذي صادق وأصدر مؤخرا قانون رقم واحد لسنة 2024 بتعديل المادة رقم واحد من المرسوم بقانون رقم عشر لسنة 1976 في شأن الإسكان والذي نص على تولي وزارة الإسكان عملية توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم الخدمات التي تمت الإشارة لها في القانون حكومة مملكة البحرين بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تستمر في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين حيث نص القانون على الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير بالإضافة لتمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن أو الحصول على قسيمة سكنية وذلك عن طريق أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني واللافت في الأمر أن القانون أتاح لوزير الإسكان إضافة أي خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين مما يعني إتاحة المجال بشكل أكبر وأوسع لتواصل حكومة مملكة البحرين تحقيق التطلعات المنشودة في الملف الإسكاني البرامج الإسكانية التي تم توفيرها مسبقا والإعلان عنها حققت نتائج ملموسة كثمرة من ثمار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذه الشراكة سوف تزداد بعدما أتاح التعديل القانوني إضافة أي خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود مما يعني أن المستقبل القريب يحتوي على خيارات أوسعة وأكبر وذات جدوى اجتماعية في المقام الأول واقتصادية في المقام الثاني ولأن المواطن محور التنمية الوطنية وغايتها الأساسية توجه إليه كافة البرامج والمبادرات فالتعاون من أجل الوطن والمواطنين يرى دائما في الاجتماعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي بدورها تستلهم من الخطابات الملكية السامية والتي تؤكد في مضامينها أن المواطنة والأسرة البحرينية هي في جوهر كل البرامج ومن ضمنها الملف الإسكاني ترجمة نانسي قنقر